اشتركوا في القناة تفهمها جماعة الحوثي وتدركوا ان عليها اعادة حساباتها والرجوع الى الوراء هل ستمثل هذه الوقفة رادعا امام جماعة تستبيح حقوق الناس واراضيهم ام ان الميليشيا ستحضر لجولات اخرى وستلجوا لأساليبها المعتادة في اختلاق الثارات والشقاق بين القبائل المختلفة كي تستفرد بها ام اننا هذه المرة امام وعي مختلف فقد تعهدت القبل بنصرة بعضها البعض ضد كل من يريد الاضرار بها او بمصالحها حول هذا الموضوع يساعدني انا استضيف في هذه الحلقة الشيخ ربيش بن عسكر احد وجهاء ومشايخ اندان مرحبا بك ضيفي الكريم حياك الله خرشيد حياك وسلمك وشكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة حياكم الله نتشرف انكم في هذا المنبر الاعلامي والصارح الكبير صوت كل المنين قناة سهل نشكركم ونشكر جميع الطاقم حياك الله واذا قبل ان نبدأ بالنقاش نذهب الى هذا التقرير اذا مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير ونعود بعده لنبدأ حوارنا همدان تحرق مدرعات ميليشيا ايران مشهد شاهد على مدى ضعف الميليشيا بمقدار شهادته على ان هزيمتها اقرب مما يتصور كثيرون وصلت الميليشيا في الجوف تنفيذ مخططها الامامي الايراني القائم على اذلال القبائل العربية وتركيعها عند رقبة من يزعمون انهم سادة على الجميع وضمن السياسة التركيع والاذلال تأتي خطوات السيطرة على الاراضي بالقوات انطلاقا من كون القبيلي وما يملك ملك للحوثي ومشرفه السلاليين تعامل استعلائي نهبوي ضاقت قبائل همدان والجوف به ذرعا فردت على ميليشيا ايران باللغة التي تفهمها لغة القوة والسلاح منتزعة ارضها من يد الناهبين محرقة اطقم ومدرعات المعتدين معاكدة ان الارض لاهلها اليمنيين وان السلاليين الذين يريدون ان يكونوا سادة على الكل ليس امامهم الا العيش مواطنين كالجميع وانه لا مجال لمن يسيرهم الحوثي كالقطيع الاحداث المتسارعة في الجوف رفعت منسوب الرعب لدى ميليشيا ايران فاضافة لانكشاف مستوى ضعف الميليشيا حين تواجهه بالقوة تخاف الميليشيا من تكرار القبائل اليمنية لتجربة قبائل الجوف وبتساؤل كثيرين ماذا لو انتفضت همدان الصنعاء انتقاما لما ارتكبته الميليشيا بحقها هذه السنة كما انتفضت همدان الجوف وماذا لو فعلت ذلك جميع المناطق التي تعاملت الميليشيا معها وما تزال بعنجهية واستعلاء وإلغاء لملكية المواطنين واسترخاص للدماء تساؤلات يدرك اليمنيون اجابتها جيدا فلو انتفض الجميع لجغرافيا الوطن الانتفاضة ذاتها التي انتفضتها قبائل الجوف لجغرافيا الاراضي التي نهبتها الميليشيا فلن ينقض الشهر الا واليمنيون في عاصمتهم التاريخية صنعاء وتلك حقيقة تؤكد وفق عسكريين ان تصويب مسار المعركة ودعم الجيش الوطني وتحريك جميع الجبهات كفيل بجعل القبائل تنتفض في وجه ميليشيا ضيقت على الجميع معيشتهم وبالغت في الضغط عليهم وليس بعد الضغط سوى الانفجار من جديد مرحبا بكم مشاهدين الكرام وشكرا جزيلا للزملاء على إعدادهم هذا التقرير وأجدد ترحيب بك ضيفي في هذه الحلقة أحد وجهاء ومشاي خندان الشيخ ربيش بن عسكر مرحبا بك وفي البداية لو نبدأ ونشرح تفاصيل هذه القصة أكثر وما جرى في محافظة الجوف من صد لاهتداءات على محاولات لنهب الأراضي أحياكم الله ما حدث في محافظة الجوف في الأيام الماضية بأن ميليشيا الحوثي فتحت الشهية أمامها بسطها على الأراضي في بنح الشيش وفي تهامه وفي المحافظات الخاضعة على سطرتها صدرت أملاك المماطنين هناك وفتح الشهية لديها كذلك خصوبة الأرض في محافظة الجوف ولكن كان حسابها في المكان الخاطئ فاختارت مدينة الحزم اختارت الأرض قبيل همدان القبيلة الشرسة القبيلة التي لازالت متكاتفة متضامنين لم تؤثر عليهم ميليشيا الحوثي بسيطرتها على محافظة الجوف لم تؤثر على النسيج الاجتماعي في قبيلة همدان بالأخص فكانت حاولت محاولة منها على بسطها على أراضي همدان في منطقة الساعد فقامت باستحداث نقاط في الخط المودي للرويك أو شو الناس بأنهم أظهروا الخبر كذا بأنهم يريدوا مصادرة الأرض هذه الأرض هذه اللي هم مش تصادرها عرضها تقريباً أربعة كيلو بالعرض ما الطول فوق خمسة عشر كيلو بالنسبة طول عنها نعم أرض خصبة جراعية معروفة أرض الساعد في مدينة الحزم حفظة الجوف فكما ذكرت فتحة الشهية عمامهم وأقدموا على خطوة وفي غير صالحهم وكان مخطط قذر يقوله السيطرة على منتلكات أبناء المحافظة ككل ما هي المبررات التي ساقتها الجماعة في هذا الخصوص؟ ولا لديهم أي مبررة إلا أنهم يقولون أنها أرض بيضة ولكن دقائق وأنقلبت عليهم أرض حمراء هذا الأرض البيضة اللي يقولون على أن هذه أرض بيضة وأنها مصادرة يقصدون أنها تابعة للأوقف مثلاً؟ لا لا أبداً هكذا أرض بيضة ولازم نستصلحها بس ما جواب طرق يعني لو جواب طرق يقولوا ممكن تأجروها ممكن ساعدكم تزرعوها ممكن تقيموها بالرغم أنها ليست أرض بيضة كما يذكرون بل أرض مزروعة والآبار فيها شقالة والزراعة موجودة فيها والكل يعرف هذا الشيء أرض مزروعة خمسين في المئة منها مزروعة خمسين في المئة لازالوا يحاولوا استصلاحها للزراعة بس كما أقول لك أنهم فتحت شيئا أمامهم خصوبة الأرض فكان هذا المبر أمامهم أنها أرض بيضة بالرغم أن سبعين في المئة من أراضي محافظة الجواب كلها الأزالت كما الأرض هذه خاصة في مديرية الحزم فأقدموا على هذه الخطوة يريدوا أركاع وإخضاع قبيلة همدان حتى يتسنع لهم باقي القبل من قبيلة الدهم على قبيلة قبيلة ولكن كانت حساباتهم خاطئة تكاتفوا الرجال وكان 80% من الذين واجهوا الحملة كانت حملة بالمدرعات والعربات كان 80% من أنصار الحوثي من اللي في صف الحوثي الذي قاتلوه هجموا نعم فعطوه انذار وعطوه ما له ما رضي غادر المكان فهجموا عليهم وحرقوا عرباتهم ودرعاتهم وقرحوا أفرادهم والحمد لله بالنسبة للقبيلة ما ماشي فيهم نعم هل أخطأت جماعة الحوثي هذه المرة حينما قدرت بشكل خاطئ بإمكانها الاستيلاء على هذه الأراضي؟ نعم أخطأت ولايسة المرة الأولى بالنسبة لجماعة الحوثي دائما حساباتها في الخانة الخاطئة دائما بس هذه المرة يعني اختارت قبيلة همدان وأرض قبيلة همدان القريبة من مديرة الحزم القريبة من جماع الحكومي لم يتجرى عليها الأماميون من قبل ولم يتجرى عليها الحكومات السابقة ولم يتجرى عليها هذه الخطوة أحد أبداً خاصة في محافظة الجوف محافظة الجوف معروفة بتركيبتها الاجتماعية من حيث القبيلة وتكاتفها وروابطها فأقدموا على هذه الخطوة ولكن كانت سلبية انعكست سلباً عليهم وخسروا حاضنتهم بالرغم أنها ليست لهم حاضنة في مديرة الحزم ولكن خسروا من كان في صفهم وهم أول من قاتلهم ونزلت سمعتهم إلى الحضيض هل هذا جهل من قبل ميليشيا الحوثي وعدم معرفة بتاريخ هذه القبل وصلابتها وشدتها؟ لا بالعكس هم يعرفوا صلابة القبيلة ويعرفوا كل الحسابات معرفة لديهم ولكن عماهم الله عندهم ذنوب يمكن عندهم ذنوب الله سبحانه وتعالى يريد أن يمتقمنهم انتصار للأخوة في المحافظات الأخرى التي تركيبتها الاجتماعية من حيث القبيلة ضعيفة مثلاً في التهامة في المحافظات الأخرى في أب كانوا يبسطوا على الأراضي لا يحد يكلمهم لكن في وجيو في محافظة الجوف أبناء قبيلت حمدان يعني كلهم ما يزيدوا على الألف والخمسمائة مقاتل يعني خلال أقل من ساعة والمقاتلين كلهم في خط النار شاهدنا تلك الأطقم وهي تشتعل بالنيران وشاهدنا هذه الانتكاسة للميليشيا الحوثية أمام هؤلاء الشباب الذين بأعداد قليل استطاعوا أن يوقفوا هذه الجماعة ما هي النعكاسات ذلك على صورة الميليشيا خاصة في الجوف؟ هي النعكاساتها سلبية وخسروا سمعتهم وهيبتهم وكسروا عن جهيتهم لأنهم ما أدري كيف الحسابات عندهم كانوا يعني هل يفهموا أن القبائل تخلوا عن مباديهم عن دفاعهم الدفاع عن الأرض هو يعتبر الدفاع عن العرض وعن الشرف وهنا أريد أن أسألك حول نظرة القبيلة للأرض وكيف تعتز بها وكيف يمكن أيضا أن تضحي بالكثير من أجلها القبيلة خاصة في محافظة الجوف الأرض عندها أهم من كل الحسابات الأخرى وتسعين في المياه من القضايا والثارات في محافظة الجوف على شأن الأرض تحصل الأخ يتكاتل مع ابن أمه والقبيلة مع القبيلة الأخرى كلها على شأن الأرض ويضحوا بكل أفرادهم القبيلة على أساس أرضهم جاء الحوثي بحسابات هذه الغلطانة هو يريد أن بالرغم أنه يعرف يعرف ابن الجوف وحميتهم على الأرض ودفاعهم عنها لماذا قفزت الميليشيا إلى قبائل هندان تحديدا؟ هل تريد بعد ذلك أن توجه رسالة بأن باقي القبائل أو باقي الأطراف ستكون من السهل عليها أن تستولي وأن تسيطر على الأراضي؟ هذه ميليشيا الحوثي عندها خطتها دائما أنها تبدأ بالأقوى في أعمالها دائما أن تبدأ بالأقوى فقبلت هندان هي تعتبر القبيلة الأقوى في محافظة الجوف فأرادت أن تبدأ بالرأس حتى يتسنى لها باقي الجسر أيوة قسر الروس الأخرى طيب بالتالي ما هي تبعات ذلك؟ يعني على صورة هذه الجماعة وعلى طموحات الميليشيا في السيطرة على المزيد من الأراضي في الجوف وفي غيرها من المناطق؟ أنا أعقد لك أن الميليشيا بهذه الخطوة التي أقدمت بها في أملاك حمدان خسرت سمعتها بالكامل وخسرت هيبتها وكسرت هيبتها وعنجهيتها وسبعين في المئة من أبناء محافظة الجوف بالأخص ما كانوا يتوقعوا كانوا يتصوروا أن الحوثي شيء ثاني ولكن انكشفوا الوجه القبيح للحوثي وانكشفت مخططاتها فأكثرهم استغرب قالوا ما كنا خاصة منهم في صفوف الحوثي المواطني الباقيين هم يعرف الحوثي لكن منهم في صفوفها المغرر بهم قالوا ما كنا نتوقع قالوا احنا كان يقولوا أنها مسيرة قرآنية وانها من هذا الخزع بلات حق الحوثي ولكن في الأخير انكشفت أنهم يريدوا مصادرة أملاكنا كمواطنين وكأبناء قبائل هذا ما لم يسمح بها ابناء القبائل نعم طيب بالنسبة لردة الفعل هل وجدتمها مناسبة وبقدر الحدث؟ نعم كانت ردة الفعل مناسبة ومشرفة وفوق ما يتصورها الجميع والحمد لله كانت مواكبة لما حدث هل كان هناك من خيارات أفضل أو ربما أسهل للتعامل مع هذه العصابة الحوثية؟ أمنوا اللغة القوة هي اللغة التي تدركها وتفهمها ميليشيا الحوثي وبالتالي سترتدع شوف فيه يختلف تختلف الخيارات أحيانا في بعض الأشياء ما فيها خيارات مثل هذه يريد أن يبسط على أملاك قبيلة كاملة لا توجد خيارات للقوة حتى من العيب أنك تفاوض من العيب أنك تفاوض على أرضك مثلا تفاوض على أرضك في هذا الشيء فلا خيار سوى المواجهة نعم طيب بالنسبة للقبائل الأخرى التي ساندت ودعمت هذه الخطوات كيف وجدتم خاصة ما أصدرته قبائل دهم في هذا الصدد؟ كيف تابعتم ذلك؟ نعم أشكرك على هذا الذكرتني من هذا المنبر نشكر قبائل دهم بوقوفهم ووقفتهم المشرفة مع أبناء قبائل همدان مع أخوانهم من قبائل همدان فكان 50% من المقاتلين كانوا من أبناء قبيل الدهم ومن يجاورنا ومن حضروا الجميع ونشكرهم شكر الجزيل لوقفتهم ونعتبرها كقبائل همدان نعتبرها دين دين عندنا وقفتهم في رقابنا لأنهم وقفوا وكان الحدث ملزم الجميع بالوقف في هذا الشيء فكانت وقفها لهم وقفها مشرفة كيف استقبلتها قبائل همدان؟ استقبلوها برفع ترأس لأنهم أصلا في وقت قياسي وإذا أبناء القبائل سوافت كلها وأغلب القبائل أغلب الأفراد ما القبائل حضرت كلها ولكن أغلب مقاتلي الأفراد ما حضروا ولا بعد انتهى المعركة يعني أضعاف أضعاف اللي قاتلوا حضروا بعد انتهى المعركة ولكن وقفهم قبيل الدهمدان وقالوا المعركة انتهت والحوثي وقفنا عن مشروعه الذي كان يريد أن ينفذه نعم وكل حدث حديث نعم حتى أيضا نعرف بعض التفاصيل عن هذا الحدث دعني أشرك معي الصحفي وهو مهتم بمتابعة الأخبار في الجوف مرحبا بك عبدالله الحود أهلا وسهلا بك في البداية كيف تقلق تحركات القبائل المنهوبة أراضيها كيف تقلق جماعة الحوثي وهل تشكل تهديدا لوجودها التصدي لنهب الميليشيات الحوثية للأراضي يتضاعف ويزداد كل يوم ويتشكل بشكل آخر ساهم في إعادة ميليشيات الحوثي لحساباتها من قضية نهب الأراضي في الجوف مثلا قامت الميليشيات بمحاولة نهب أراضي خاصة بقبيلة همدان الجوفية فكان تصدي القبائل لها قوي وحاسم ما أدى إلى تراجع الميليشيات عن ما قامت به واعتذارها لأبناء قبائل الجوف بالمقابل قامت القبائل الجوفية بصياغة وثيقة للتصدي للعدوان الخارجي أو لعدوان ميليشيات الحوثي بالتحديد يعني تداعت القبائل لهذه الخطوة وتداعت القبائل لصد الميليشيات الحوثية عن ما قامت به كانت خطوة استباقية تقوم بها قبائل الجوف فيما لو قررت ميليشيات الحوثي التصعيد ومواصلة أعمالها في قضية النهب الأراضي تستخدم بذلك قوة أو سلطة ما لديها من سلاح لسلب ونهب هذه الأراضي نعم هل يمكن أن تتحول قضية نهب الأراضي سواء في الجوف أو في غيرها إلى شرارة في المستقبل لانتفاضة واسعة ضد جماعة الحوثي أن الخوف الميليشيات الحوثية من انتقال عدوى التصدي أو التصدي لها من قبائل القبائل أن ينتشر إلى هذا وهو يتصاعد كل يوم ويأخذ كل يوم شكل من أشكال المقاومة القبالية للممارسات الحوثية كلنا سمعنا بما حصل في قبائل بني الحارث التي طالبت بأن يكون أحمد علي الحوثي في السجن مقابل ما قامت به من سجن لمشائخها وكان موقف القبالي في قبائل بني الحارث أيضا كان موقف قوي واستطاع أن يضطر ميليشيات الحوثي للتراجع عن ما قامت به هناك تصاعد لهذا الغضب الشعبي أو الغضب القبلي أو المقاومة القبلية كل يوم ويمكن أن يكون بادرة أو يكون شرارة لعادة أو لإيقاف ميليشيات الحوثي عن كل ممارساتها العودة إلى العامل القبلي أو إلى النسيج القبلي أو إلى الداعي القبلي هو ناتج عن ما يحدث اليوم من تفكك من هذه الأمن الدواعي الأخرى الاجتماعية وبقاء العامل القبلي متماسك هو الذي عاد المواطن إلى أن يعود إلى قبيلته كان هناك حوادث سابقة قامت فيها القبائل بالتصدي لعملية مثلا نهب أموال أو عملية تقطع أو عمليات قتل كانت خارج من قبل النقاط التابعة لميليشيات الحوثي وكانت القبائل تهب وتأخذ ثأرها من العناصر الميليشيات بنفس التوقيت وتستطيع بذلك رد ميليشيات الحوثي والكف عن أي ممارسات الممكن الحوثي أن تقوم بها وتصعد تجاه القبائل مستخدمة بذلك قوتها وسطوتها وسلعها مثلا القبائل ذو حسين قامت باقتحام السجن الخاص بالبحث الجنائي في الجوف بسبب أن ميليشيات الحوثي تواطعت مع أحد القتلة وقامت بالفراج عنه قبائل بني نوف استطعت أن تثأر من الميليشيات الحوثية التي قامت وقتل أحد أبنائها في أحد النقاط الحوثية قبائل همدان استطعت أن تردع ميليشيات الحوثية عن قيام بنهب أراضيها هذه التصدي وهذه المقاومة القبالية للميليشيات الحوثية في الجوف لها تاريخ مشرف نستطيع أن نقول أو تاريخ تستطيع معها ميليشيات الحوثية أن تقف عن تحدها فلذلك يشكل لها قلق كبير في أن ينتقل العدوى من قبائل الجوف إلى قبائل أخرى في عمران أو في صنعاء أو كذا من ما سيشكل ضعف للميليشيات الحوثية ولذلك هي تقوم بشراسة بمواجهة هذه التصدي أو بهذه المقاومة بشراسة كبيرة خوفا من أن تنتشر عدوى المقاومة والنزعة القبلية أو الأداعي القبلي في مواجهة كل ممارساتها الانتهازية والنهب واليبايات وغيرها من الممارسات التي تقوم بها ضد القبائل وضد المواطنين الصحفي عبدالله الحود شكرا جزيلا لك كنت معا عبر الهاتف وأعود إليك شيخ ربيش بن عسكر أحد وجهه ومشايخ خندان إذن تابعنا ردود الفعل وكما ذكرت كانت ردود فعل مشرفة هذا بالنسبة لقبائل مثل قبائل الدعم لكن هل أيضا وصلتكم بعض الدعم وصلكم بعض الدعم ولو حتى الدعم المعنوي الذي عادة ما تظهره القبائل لأي قبيلة تتعرض للظلم أو تتعرض لمثل هذه الانتهاكات من قبائل أخرى نعم بالنسبة للدعم المادي فالحمد لله قبيلة همدان في غنى عن هذا الشيء وأمورهم طيبة لأنهم في مشاكل أصلا دائما كابناء قبائل تحصل كل شيء لهم توفر الدعم المعنوينا عن وصل وصلتنا رسالات رسائل عدة رسائل من أبناء القبائل الأخرى ومن المحافظات الأخرى خاصة التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصلت رسائل مساندة من قبائل أرحب ومن نهم ومن كل أبناء قبائل بكيل وخاصة هذه المسائلة التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصلت رسائلها من مشايخ خمدان واستعدادهم ووقوفهم وبذل كل ما يملكه في هذا الجهل طيب كما ذكرت شيخ ربيش فيما يتعلق بأنه كثير من هؤلاء الذين وقفوا ضد هذه الميليشيا كانوا في مواقفهم أو في بعض المعارك يقفون مع هذه الجماعة ما هي المبررات التي تجعلهم يقفون معها وكذلك كيف نفسر وقفتهم ضدها في هذه المرحلة وقفوا معها كما وقفوا معها أقلب اليمنين وغرر بهم والحسابات يرونهاهم ولكن تفاجأوا بهذه الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيا الحوثي فأنبروا وتخلوا عن الميليشيات مباشرة وساعات وأنهم في الطرف الآخر في مواجهة نارية مع الميليشيات طيب هل نستطيع أن نقول أنه هذه القبائل لديها سقف أو لديها مبادئ لا يمكن لأحد أن يتجاوزها مهما حاول أو مهما ظن بأنه قد استطاع أن يستولي على قلوب هؤلاء أو على ولائهم نعم كأبناء القبائل لديهم خطوط حمراء خطوط عريضة منها الشرف والعرض وينطوي تحت كلمة الشرف التي هي الأرض دفع عن الأرض ولديهم خطوط لا يمكن يتخلوا عنها نصرة الأخ ونصرة المظلوم لأنهم رأوا في الحادثة الأخيرة رأوا ظلم ظلم ميشة تريد أن تبسط على أبناء قبيلة مشهودها بالقوة وبالمناصرها مع القبائل الأخرى وهكذا ففيه خطوط حمراء كما ذكرت لك لا يمكن مهما كان مهما كان لدي الفرد من أبناء القبيلة من حشوف وكريع وهكذا فلا يمكن يتخلوا عنها وهذا ما أثبته الموقف الأخير ورأيناه بأم عيننا قيادات حوثية كبيرة جدا قيادات على مستوى الأعلى وقفوا وقاتلوا بسلاحهم الشخصي واسلاحهم الآخر هل حاولت الميليشيا أن ترمم هذه الصورة بعد أن تضررت كثيرا؟ أبدا إلى الآن لا يوجد أي ترميم وفي عزلة من قطعهم حتى معنصارهم إلى هذه اللحظة يعني لم يظهروا موقفا؟ أبدا لم يظهروا موقفا كانهم مستعين من أنفسهم يعني كانهم ندموا كثيرا كانهم ندموا كانهم ندموا وأحقدوا وهكذا يعني بقيوا في عزلة حتى مع أفرادهم إذن اسمح لي ضيفيا الكريم الشيخ ربيش بن عسكر أن نذهب إلى هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال حوارنا مجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج حديث العاشرة وأرحب أيضا بضيفيا الشيخ ربيش بن عسكر أحد وجهها ومشايخ خمدان من جديد مرحبا بك شيخ ربيش الحديث عن دور محتمل أو ردود فعل من قبل السلطة الشرعية وعبر محافظ الجوف العواضي يعني كيف تجدون ردة الفعل وهو دعا عبر تغريدات وعبر منشورات إلى أن يكون هناك تضامن واسع وإلى نفير الله يا أخي العزيز إحنا في قضايا مثل هذه القبلية الصوت القبيلة الداخلي أقوى من الصوت الذي يأتي من الخارج حتى ولوه من السلطة القبيلة في هذا الجانب تستجيب للصوت كما ذكرت لك الصوت النداء الداخلي أعتقد صوت المحافظة وصوت الشرعية كشكل عام لأنهم أكثر أصلا أكثر مجموعة من المقاتلين ومن أصحاب القضية يعني هم يدركون تماما ما لهم وما عليهم أو بالتالي لا تضيف هذه الأمور لا تضيف أي شيء موقف قبلي بحت واستياباتها ونداءاتها من الداخل القبلي أكثر من استيابة الأسواع الخارجية ما المطلوب من السلطة الشرعية أكثر من هذه التغريدات والمنشورات؟ والله ما مطلوب منها شيء فيما يتعلق بالجوف بشكل عام أيوة بالنسبة لهذا أول طلب أنهم يحرروا المحافظة لا يمكن أن تنتهي هذه الاعتداءات على بطرد الميليشيات العذية وبسط هيبة الدولة والحمد لله يعني إلى أول مرة هذه القضية تحدث فالناس الآن في الداخل في المحافظة الجوف يطالبوا بعودة الشرعية لأن الشرعية لم تنتهي تعتدي على أملاك أحد من أبناء القبائل ومحافظة على سمعة القبيلي وعلى عرضه وعلى عرضه وعلى أملاكه لا تجد منهم أي سلبية فأول الطلب والطلب الرئيسي أن نطلب للمجلس الرئاسي ووقات الشرعية ووقات السلطة المحلية في محافظة بالتوجهة لتحرير المحافظة لأن هذا هو اعتبار الحل الجذري لإنهاء المشكلة كل هذه الحلول الأخرى هي حلول ترقعية موقتة لكن الحل المناسب هو تحرير المحافظة خاصة بعدما أقدمت الميليشيا على هذه الخطوة نعم طيب في سياق الردود الفعل وفي سياق أيضا ما يجب فعله على الأرض لا على لاك شعرات كيف تتوقعون السيناريوات فيما يتعلق بالجوف وبتحريرها أو بإنقاذها من هذه العصابة؟ والله يا أخي تحرير محافظة الجوف ومشهوب ذاك الموقف المعقد لأنه وحتى قبل هذه الحادثة وقبلها أبناء محافظة الجوف لم يستجيبوا للحوثي وأكثر الحقد الذي يقوم به الآن الأعمال الاستفزازية من جماعة الحوثي هي حقد على أبناء المحافظة لأنهم لم ينجروا معه وهذا ما شاهدناه وما لاحظناه كل المحافظات الأخرى وخاصة المحافظات الأخرى تقعد حد سلطرة الحوثي كلهم كم رحوا من أفرادهم من أبنائهم مع الحوثي إلا محافظة الجوف يعني الآن نحن في تقريبا نهاية السنة الثالثة من الدخول الحوثي إلى المحافظة فلم يكسب أحد بل خسر من كانوا معه وقد يقوده هذا الحقد وهذا الخذلان من أبناء المحافظة له بأنها يقوم بهذه الأعمال الاستفزازية والمحاولات البسطة على أراضي المواطنين خاصة مديرة الحزم هذا التي تعتبر في مركز المحافظة تعتبر المحافظة الصحية هؤلاء ما انجروا أبدا ولم يسيروا في خط الحوثي أبدا طيب في سياق هذا النهب المتواصل للأراضي في المناطق المختلفة هل تبعث قبائل همدان للناس المظلومين وكذلك للقبائل التي تعرضت للظلم في مناطق مختلفة في تهامة وإبوى غيرها في صناعة أيضا هل هذه أيضا الرسالة بأن القوة هي الحل لوقف عن جهية هذه الميليشيا ونهبها للأراضي؟ نعم هذه رسالة واضحة ورسالة قوية وأكد لك أن فيه الآن فيه تواصل بين أبناء القبل في المحافظات الأخرى التي تقع تحت سيطرة الحوثي وفيها خطوة الآن لعداد وثيقة قبلية لأبناء بكيل بشكل عام أبناء بكيل وقد يمكن يدخل فيها غير أبناء بكيل في المحافظات الأخرى وثيقة شرف سوف يوقعوها أبناء القبائل كلهم لنصرة بعضهم ولنجدة بعضهم عند سيطرة الحوثي أو محافظة بسطة أو إهانتها لأي مواطن في أي محافظة الآن فيه تواصل لإعداد هذه الوثيقة بين أبناء بكيل كامل وقد يمكن أبناء المحافظات الأخرى يأخذوا هذه التجربة بعين الاعتبار وينسخوها طيب هل نستطيع أيضا أن نقول وصحح لإذا كان هذا المفهوم خاطئا شيخ ربيش يعني أن القبائل مهما كان ولاؤها مثلا أو ما كانت مساندتها للشرعية أو مساندتها للحوث البعض منها للحوثي لكنها تظل مجمعة فيما بينها وفي مختلف المناطق على أمور تتعلق بالأرض تتعلق بالعرض تتعلق بثوابت كثيرة كما ذكرناها في سيقة الحلقة يعني هل نستطيع أن نقول حتى وإن كان ولاؤك أو كان وكنت مع طرف الشرعي وذلك مع الطرف الحوثي أو مساند لا أو تحفي في المناطق التي تحت سيطرتها لكن حينما حين الوقت أو حينما تأتي مثل هذه الاعتداءات تلغى كل هذه الولاءات وكل هذه الانتماءات نعم نعم سؤال وجيه وفي الأهمية الأبناء القبيلة هو خاصة في أبناء القبيلة بشكل عام في اليمن مع ضعف الدولة أبناء القبيلة عندهم دستور يحكمهم دائما في أي دولة ليس في اليمن فقط فعندما يضعف القانون والدستور الحكومي يعمل بالقوانين القبلية العرفية الآن بعد الحادثة الأخيرة هذه اللي وقعت على أملاك وأبناء همدان طلعنا وثيقها من عند الأمنا معنا أمنا أصحاب الوثائق قبل 200 عام فيها نفس القبائل موقعين وتضامن وتعاهد وتعاضد ضد أي اعتداء على أملاكهم وعلى حرماتهم والمثيقة موجودة معي صورتها نعم إذن يعني هذا امتداد تاريخي امتداد والتاريخ يعيد نفسه فإن أبناء القبائل لن يتخلوا عن عاداتهم الحميدة وأنهم في حالة ضعف الدولة أو في حالة ظلم الدولة سواء من أي طرف يرجعوا للقوانينهم الخاصة ومعاهداتهم الخاصة طيب فيما يتعلق بقبائل أخرى ومناطق أخرى مثلا مثل بني حشيش وما جرى في منطقة صرف خاصة من اعتداء ونهب لأملاك كثير من أشخاص كانوا إلى جانب الميليشيا في دعمها وفي مساندتها كيف نفسر أن الميليشيا رغم كل هذا الدعم الذي يقدم لها من بعض هذه القبائل إلا أنه مع ذلك تقوم بالاعتداء على أبناء هذه القبائل للأسف للأسف الشديد بني حشيش بني حشيش كبيلة عريقة ولكنهم استجابوا لنداء الحوثي وقتروا وقدموا رجالهم وقدموا رجالهم مع الحوثي ولم يبقى ألا النساء أو الشيوخ الكبار الذي لم يقدروا ولم يستطيعوا مواجهة الحوثي فعندما أنهى رجالهم في معاركة العباثية استفرد بأراضيهم وأملاكهم وهتك أعراضهم فهذه الرسالة تعتبر لأبناء القبائل في المحافظات الأخرى فأبناء الجوف وغير أبناء الجوف نقول لهم الحوثي بيكملكم مثل بني حشيش في معاركة العباثية والجانبية فالأخير بيرجع يبسط على أملاكهم عدل الحريم والشيوخ هل هناك إدراك تتوقع؟ أيها نعم خاصة بعد الحادثة الأخيرة ادركوا ابناء القبائل كلهم اتركوا هذه الحادثة ووجه المقارنة بين ما حدث في حمدان وما حدث في بن حشيش حمدان لازالوا رجالهم لم ينجروا مع الحوثي وفي أوج قوتهم وكسروا هيبة الحوثي وتم طرده من أراضيهم وبن حشيش لم يقدر الحريم والشيوخ ورجالهم قضوا ونحبهم مع الحوثي طيب تاريخيا الميليشيا حينما تعجز عن مواجهة أي قبيلة تخترق العديد من المشاكل وتحاول الدخول عبر نوافذ مختلفة هل تتوقع أن تنجح في شق الصف في قبائل همدان أو في غير من القبائل المتماسكة؟ أبدا والحمد لله وخاصة قبيلة همدان وكذلك دهم بشكل عام ولكن بالأخص الحمد لله متكاتفين ولم يتأثروا بالفكر الحوثي أبدا حتى الذي معهم حتى الذي معهم قاتلوا معهم ولم يتأثروا بهم ولا جعلهم محافظين على الروابط الاجتماعية ولا يمكن وأكدلك من هذا المكان لا يمكن يخترقهم أبدا أشرك معي في هذا المحور ضيفي الكريم أشرك معي الأستاذ يحياء قمع مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة الجوف مرحبا بك أستاذ يحياء في البداية كيف نوصف ما يجري من نهب لأراضي الناس وخاصة المسويغات التي عادة ما تبثها ميليشيا الحوثي عبر وسائل إعلامها من أنها تريد استصلاح الأراضي وغيرها من المسويغات في حالة الجوف كيف تابعت ذلك؟ أعتقد لا يوجد أي مصدق قانوني أو قانون على وجه الأرض بحل استباحة الأملاك الخاصة ما تفعلها الميليشيات الحوثية في محافظة الجوف جرائم قانونية في المقام الأول الميليشيات تجاوزت الأنظمة والقوانين والأعراف والأسلاف وكل الأديان السماوية فيما يخص نهب الأراضي وتحويلها إلى مزارع كي تستفيد منها في الجمعيات الزراعية ومنظمة الفاو وغيرها ما تفعلها الميليشيات الحوثية تعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى توطين وأستيطان واحتلال وتكبيم ومع حدث منخرا يعتبر من ردة فعل طبيعية من أبناء القبائل وفي هذه المناطق بتحديد قبيلة همدان لأنه طبع الكيل وهذا أقرب كثر الضغط والذي الانفجار وكان هذا هو الانفجار في وجه الميليشيات الحوثية التي عاثت في هذه الأرض فسادا واحتلالا وتحميشا وكل أنواع الجرائم الميليشيات الحوثية لم ولن تتركف من هذه الممارسات الغير إنسانية أبدا نعم هنا نسأل أيضا سؤال كنا قد طرحناه على ضيفنا هنا في الستوديو ماذا بيوسع السلطة المحلية لمحافظة الجوف اليوم والسلطة الشرعية القيام به لدعم ومساندة من تسلب أراضيهم سواء في الجوف أو في غيرها السلطة المحلية ومكعتبها ومنظمات المجتمع المداري عليها مسؤولية في هذه المهمة الجسيمة التي تعتبر جسيمة وجريمة ترتكبها الميليشيات الحوثية في حق المواطنين في حق الجوف أرضا وإنسانا يجب توعية المجتمع فيما يخص هذه الجرائم الحذر من الميليشيات العوثية الحذر من الصقوق الأراضي الحذر من تأجير الأراضي الحذر من الميليشيات العوثية تستفيد من هذه الأرض كثيرا سواء بالأرض نفسها بالاستيطان أو بالجمعيات الزراعية وتحويلها إلى منظمة الفاو التابعة للمنظمة الدولية التي تضخ كل ما يخص الزراع هذه الأراضي عند الميليشيات العوثية وهي التي تستسيطر عليها واجب على الجميع توعية المجتمع في هذا الخصوص القبائل كذلك القبائل عليهم مهمة كبيرة في توحيد الصفوف والتكاتف في يدنا واحدة عرفناها قبائل الجوف في هذا الجانب كانت هناك تجارب مع الميليشيات العوثية من بعد مجتعة مدينة الحزم كان هناك قبائل بلينوف أولا والممارسيات العوثية التي رفضتها هذه القبيلة الأبية هذه القبيلة الجمهورية برأيك أستاذ يحيا كيف يمكن للقبائل اليوم استباق أي حملات يمكن أن تقوم بها ميليشيات الحوثية في المستقبل ضد هذه القبائل خاصة من يعترضونها الميليشيات العوثية ما تفعل من جرائم في حق القبيلة يحتم على أبناء القبائل التوحد في مواجهة هذا الكابوس الذي ألم بالجوف الذي جاثم على صدر المحافظة وبإذن الله تزول الغمة وفي القريب العاجل محافظة الجوف محافظة تستحق التحرير جزيلا أستاذ يحيا قمع مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة الجوف شكرا جزيلا لك وضيفي الكريم الميليشيا كما ذكرنا تحاول أن تستغل أو تنفذ عبر منافذ عدة وحتى إذا هدت في مرحلة من المراحل هي تحاول أن تشتغل على أساليب أخرى تسويقها ووجدنا كيف أنها تحاول تحت يافطة الأوقاف وتحت يافطة استصلاح الأراضي لزراعتها وغير ذلك أن تستوري على أراضي كثيرة في مناطق مختلفة هل ستنجح فيما يتعلق بالجوف بذلك وهل الناس في الجوف ضد تنمية حقيقية أم أنهم يعرفون ما ترمي إليه ميليشيا الحوثي وما هي أهدافها الخفية من ذلك هم من عمى رأيهم أن هم اختاروا هذا المكان الذي في بلاد همدان حيث الناس الواعين وحيث الناس الفاهمين يعني لو كان يمكن في أماكن أخرى باسم أوقاف باسم استصلاح أراضي زراعية قد يمكن كان نجحوا لكن بدأوا خطتهم بهمدان عندهم خلفية في جميع الميالات فلا يمكن أن ينجحوا أبدا وقعت هذه يعني لو عرفوا ما سيحدث لهم من عكاسات بغض النظر عن المعركة وهزيمتها ولكن ما وقع من عكاسات سلبية عليهم من حيث سمعتهم ومن حيث خطتهم المستقبلية ما أنكشفوا أيها كشفوا لا يمكنهم يفلحوا في أي جانب نعم في تلك الأرض تحديدا هل للأرض أيضا مميزات ومقاومات اقتصادية كانت ستعود على الأهالي أو الميليشيا يعني طمعت بها لأنه هناك الكثير من المميزات التي تتمتع بها تلك الأراضي نعم هذه الأراضي معروفة أراضي شرق الحزم خاصة الساعد المكان هذا الساعد والجر هذه أراضي خصبة جدا وأي شيء تزرع فيها تجيبه والمام توفر فيها والكهرباء واستصلاح الأراضي الزراعية فيها سهلها جدا 90% من عالة الأسر من أراضيهم الزراعية التي هذه فهم اختاروا هذا الجانب من حيث الخصوبة لكنهم لم يفكروا حساباتهم الأخرى بين هذه المصدر الرزق الوحيد لهم بعدما قطعت مرتباتهم الميليشيات قطعت رواتبهم قطعت الطرق قطعت معهم الأرضهم الزراعية إذا تم صادرتها ماتوا من الجوع وأصبح اليوم أبناء قبل همدان يدركون بالنظر إلى الكثير من القضايا والوضع في البلاد وخاصة في مناطق سيطرة الميليشيا يدركون حقيقة ممارسات الميليشيا وكيف تريد أن توصل القبائل إلى مرحلة من الإذلال والفقر حتى تظل خاضع لها في ظل هذا المشروع الكبير الذي لا يقتصر فقط على الجوف وإنما على كثير من المناطق هل تريد الميليشيا أيضا أن تسلب كل مقاومات القبيلة وكل ممتلكاتها التي تجعلها قوية وتجعل لها اليد الطولة لكي تفرض بعد ذلك يعني نوع من الوصاية على هذه القبائل وتوزع ثروة كما تريد وتوجه هذه القبائل لمقاتلة فلان ومقاتلة علان يعني هل هذه أيضا ضمن سياسة واسعة أكبر من مجرد استيلة على قطعة أرض نعم هي سياسة الرئيسية عند الميليشيات هي الأفقار أفقار المواطنين سياسة الأفقار حتى مثلا مصدر رزق عندهم الزراعة والثروة الحيوانية تريد محاربتهم في أبواب رزقهم حتى يخضعوا لمشروعهم روحوا يتعسكروا معهم قاتلوا معهم في معاركهم ولكن أعقد لك أن أبناء محافظة الجوع وأنا أبناء قبيلة همدان بالأخص هؤلاء عندهم خلفية عن هذه الأشياء بشكل عام وفاهمين وفاهمين الدور بالمفهوم الصح نعم ولهم أيضا قراءاتهم التاريخية ومعرفتهم الواسعة في ذلك طيب كيف تجد وأنت ابن محافظة الجوف كيف تجد تناول الإعلام لمثل هذه القضايا خاصة إعلام الشرعية والله إعلام الشرعية يقوم يقوم بالواجب في هذا الجانب من حيث من حيث محاولة فهم الناس لكن أأقد لك أن غالب ما ما كان سيطرت الميليشيات يعني ما عادي لم تصل لهم الرسالة لا لم تصل لهم الرسالة كانوا يحاربوا هالميليشيات بكل الطرق حتى لا لا يصل الدور الإعلامي المناسب إلى أكثر الأمارات التي تحتهم الأماكن طيب بما أنك موجود هنا ونريد أيضا نتحدث عن الجو العام الذي تعيش الجوف اليوم بعد احتلالها من قبل هذه العصابة وكيف كانت قد مضت إلى مرحلة من مراحل التنمية وإن كانت في بدايتها خلال فترات ماضية وكيف انتكست اليوم أو انتكس الوضع فيها بشكل كبير وهل تتابعون أيضا ما تقوم به الميليشيا من عملية تطييف للمجتمع من تغيير لهوية من استلاب لفهم الأطفال خاصة في المدارس يعني كيف تتابعون الوضع عموما في الجوف وهل الجوف اليوم بحاجة لتحريرها أكثر من أي وقت مضى نعم بدأت التنمية في محافظة الجوف أيام الشرعية والأول مرة في تاريخ الجوف تفتح الكليات الفروع الجامعات وبناء المستشفيات وتعبيد الطرق والتنمية بجميع ايوان بها يعني في غضون ثلاث سنوات نقلت نقلة نوعية الثامن حيث التخطيط الحضرية أنا كأمين عام مجلس محلي مدينة الحزم كنا متطلعين هذه الجوانب وكنا نعمل ليل نهار في هذا الجانب فكانت تنميةها في ذروتها ولكن منذ أن خرجنا نحن في نهاية السنة الثالثة لم تعمل الميليشيات أي شيء خاصة لعاصمة المحافظة مدينة الحزم خاصة مدينة الحزم التي هي وجهة المحافظة برسالة قصيرة شيخ ربيش يعني حول الميليشيا هل ستستطيع بأي شكل من الأشكال اليوم أو غدا أن تحقق ما تصب إليه من النهب لأراضي الناس في الجوف أو إخضاع هذه القبائل أبدا أبدا وخاصة بعد الأقدامها على الخطوة الخيرة هذه خسرة الرهان في هذا الجانب أشكرك جزيلا الشيخ ربيش بن عسكر أحد وجهاء ومشايخ خندان شكرا جزيلا شكرا وشكرا جزيلا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة تقبلوا تحياتي وتحية طاقم العمل دمتم بخير ونلقاكم بإذن الله إلى اللقاء